السلام عليكم. معكم مصر رهاب عادل عشان نكمل الجزء الثالث من المذكرة الهامة اللي كنا شرحنا منها جزئين. آآ قبل كده. الجزء الثالث فيه قارة آآ يعني كلمة آآ وفي النص صفة. وبعدين آآ كان زمان بيعلمها لنا يقول لنا آآ وآآ والصفة في النص. كان نوع من الفكاهة يعني يبحث ان احنا نحفظ القاعدة. آآ عندنا اول مثال محلول هنا. ديس ديناسور. اللي هو على اليسار ده. طبعا نحط آآ الاسم الاول. بعدين الفعل المساعد. وآآ وبعدها صفة وآآ تاني. ونحط الصفة او او الموصوف التاني. او الموصوف التاني يعني. عندي هنا آآ نوبر تو. سمول. سمول. عندي دي سورو ديناسور صغير. وصفة سمول. وهيتقارن بفروج آآ نقدر نقول. ديس ديناسور طبعا no Beforeoser is طبعا نشان مفرد وحنقول بقى as ونحط في النص الصفة التى يعطينا المذكورة ونحط كمان as اه وبعدين الموصوف التاني اللي هو افرق وبعدين فلسطوب يبقى نشوف اركان الجملة مرة تاني this dinosaur اللي هو الموصوف اه او الشيء اللي هو اللي هنوصفه اه is الفعل المساعد as وبعدين الصفة وبعدين as وبعدين الشخص اللي بيتقارن به يبقى عندي شيئين او شيئين بنقارنهم بيكون الاول فعل الجملة والاخر في اخر الجملة بعدين بنحط فعل مساعد as الصفة as number three عندي هنا ديناصور طويل نفس الزرافة فنقول this dinosaur is as زي ما قلنا as were told vez as as طويل واز as وصفة واز as a giraffe نفس الظرف نحط فلسطوب هنا نقول هنقارن ما بين عدة الدينسور وسمقة القرش او هنا ما قالش ان هو بكلم على عدة هو قول دينجرس بس خلاص خليني اكتب دينجرس دينسور is as 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 three ثلاث 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 أسماق قرش ونحط نقطة تمام كنت أقول احنا ممكن نقول this dinosaur bites يعني عضات لو حبينا نذكر ان هي عضات فممكن كمان نخلاق عضات بايتس وطبع لما أقول بايتس يعني جمعنا نقول are as dangerous as three sharks تعالوا هنا نشوف صفت شارب شارب يعني حاد أسنان حادة يبعنا نقول this او حرف كبتل المنساش this مرتين this dinosaurs the dinosaurs أسنان الدينسور are as sharp as a knife السكينة حادة كالسكينة نحط full stop ناخد كمان اللي بعده circles the correct words the dinosaur is an animal آآ عندي هنا كلمتين who which الاتنين بمعنى who which الاتنين بمعنى الذي آآ بتتحط الجملة في النص كرابط كرابط بين الجملتين آآ فبنقول آآ الدينسور الذي طب إمتى نصدم who وإمتى نصدم which who بنصدمها مع الإنسان أو آآ شيء عاقل اللي هو الإنسان أكيد يعني which بنصدمها مع الغير عاقل الأشياء الغير عاقلة الحيوانات مثلا number one dinosaur is an animal who ولا which is extinct a long time ago اللي extinct يعني انقرض من زمن طويل منذ زمن طويل طبعا هنا الدينسور غير عاقل فهناخد آآ هناخد ويتش آآ a carnivore is an animal carnivore يعني حيوانات أكدت آآ اللحوم is an animal which eat meat اللي بيأكل اللحوم نأخدنا ويتش عشان غير عاقل number three scientist 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 يعني عالم is someone طبعا هنا عالم يعني شخص عاقل فهنا هنختار who study science اللي بيدرس العلوم spikes are sharp things الأشواك هي أشياء حادة هناخد ويتش عشان غير عاقل which some dinosaur have on their back ويتش بيكون على ظهورهم read and match طيب read and match هنا عندي آآ كلمات computer game هنا icon click touch shake في كلمات المفروضة هنوصلها كلمة icon يعني الايقونة اللي بيكون على الكمبيوتر خلينا نبصل رقمهم هنا عشان مش هقدر اوصل البرنامج دا يحتوي على يعني هنكتب هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة ونحط الرقم أمام كل واحد فيهم آآ icon آآ هي آآ هذه click يعني يضغط يضغط على الماوس مثلا click بدي نسمعها click يعني 2 touch touch wellness هذه الرقم 3 وشيك شيك يعني يهز وهنا the number 4 بكده يكون خلصنا الجزء الثالث من آآ الوركشيت آآ صراحة كان الوركشيت جيد مستوى متوسط آآ بيقيس مهارات الطالب يا رب اكون استفادته كان معكم مصر الاب عادل وانتظرونا في جديد ان شاء الله شكرا جزيلا